السلام عليكم ومرحبا بكم معي كاملين في هذا الفيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم مسمن بطريقة لي سهلة سريع في تحضر دياله ان شاء الله إلا ما كينجحش معاكم المسمن وحتى بالنسبة اللي بطبوط ان شاء الله غادي نشاركه معاكم بالدقيق الكامل اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاكم طريقتي لي ما كان غيرهاش في المسمن بالدقيق الكامل الصراحة كيجيش هو منه ما تشبعش منه كيف كتعرفو جميع الوصفات اللي كنحضرهم بالدقيق الكامل كيجي ولدادين وصحيين أكيد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم هاد المسمن اللي غادي نديروه ان شاء الله بلا زبدة غادي نحضروه ان شاء الله بواحد الخلطة اللي ساهلة بزاف وما كتاخدش لكم بزاف المكونات وما كتاخدش كذلك حتى بزاف ديال السيد في هاد المسمن أكيد كيف ما كتلاحظو معايا بالنسبة للتوراق ديالوراها واضح لكم في الفيديو ما تنسونيش بواحد لايك باش تشجعوني أكتر تعليق ديالكم إلا عجبتكم الوصفة دياليومة أولا سيروحت تتحضرو هاد المسمن بهالطريقة اللي شاركتوا معكم في هاد الفيديو أرجعو خلي وليا تعليق ديالكم اللي كيف يفرحني احتل لي مقارياش تحط لي يا جيم أو لا تحط لي يا إيموجي باش هكا تفرحني أول حاجة خديت هنا يكسعة اللي غربلت فيها هادك الدقيق الكامل باش هكا أخواتي ذيك النخالة اللي كتكون غليظة كتحيد معي ودرت قريبا واحد نصف كأس ديال دقيق الفورس بنسبة الكيمياء ديال الدقيق الكامل أنا ما عبرتش هنايا ولكن غادي نكون درت قريبا واحد نصف كيلو ديال الدقيق درت الملحة معلقة ديال السكر اللي ممكن أنكم تعوضوها بالعسل ودرت كذلك شوية ديال الخميرة كيف ماشتو معي درت غير قبيصة اللي هي صغيرة من بعد عشان تكون شي بالمعادي من الروبيني كان دلك العجين كيف ماشتو معايا ومن بعد مباشرة ما كنخليها اشترتاح كنشكلها كويرات وشوفو معايا كيفاش كتدير دوك البوايقات هاد المرة غدي نخليها ان شاء الله باش ترتاح مدة ديال العشرة ديال دقيق ومن بعد دست هنا باش نحضر الخلطة اللي فيها نسكاس ديال دقيق الفينو الدقيق ديال القمح اللي كيكون رقيق كندير عليه معلقة كيف ماشتو معايا ديال دقيق الابيض وتقريبا واحد نصف ملعقة ديال الخميرة ديال الحلويات وكنضف عليهم الزيت بنسبة للزيت هنا كديروا القياس اللي انتو ما بغيتو نسكاس او لا كأس الاربع انا درت هنا كاس الارب باشها كيكفيني في التوراق صافي من بعد كنبقى كنطلق العجينة كيف ماشتو معايا بطريقة العادية دائما كدهنو سطح العمل بالزيت وكديرو هاد الخالطة كل مرة كتبقو كديروها وبالنسبة لطريقة ديال الطي فما كنطبوهاش بشكل عادي اللي كنطبوه به المسمن غدي تشاهدو معايا مرة اخرى الطريقة كنتلقوها كتكون رقيقة كندهنو بالخالطة كنديرو جيهة على جيهة ومن بعد كنبقو كنطبوها على ثلاثة كيف ملاحظو هادية الطريقة اللي صراحة كيجي بهات وراق كتير في المسمن وبالنسبة لاخوات اللي ما كيجيهم مش المسمن مقاد او لكيعواج لهم من اللي كيجي ويزوهم من فوق سطح العمل ويديروه في المقلة هاد طريقة شاركتها معاكم كتجي ساهلة بزاف انا ما كنديرهاش ولكن وريتها لاخوات المبتدئات اللي كيعواج لهم نقرصوه في ورق الزبدة ومن بعد كديروه مباشرة في المقلات هنا في الاول كان نرش الزيت اللي انا المقلرة هكا تكون ناجفة بزاف كان نرش قطرت فقط من الزيت وكل مرة كان بدك نقلب في هاد المسمن كيف كتلاحظو معايا كيجي كامل من فوق كينتفخ معانا وكيجي دا كلوين كيتحمر كيولي مذهب مثلا خلوه حتى كيتحمر ويطيب من واحد جيهة عاد نقلبوه كيف ما لاحظوه معايا فانا نبدأ كنقلب فيه كل مرة كنخلي اغيش شوية ونعود ثاني نقلب والزيت راني كنرشها فقط فاش كنبغي نحط المسمن وملي كنبغي نقلبها القلبة الاولى كندير ثاني قطرات اللي هما شوية قلالين صافي وغادي نستمر بنفس الكيفية شوفوا معي اطبار كله وماشاء الله كيفاش كيجي متافخ ان شاء الله إلا بغيتوا الوصفة ديال بطبوط حتى هو بدقيق الكامل خليوها ليفتع عليك وان شاء الله نعطيكم جميع الاسرار باش يجيكم من تافخ حتى وكيجي من فوخ صافي وغادي نستمر بنفس طريقة اخواتي حتى نكمل الكيمية كاملة اللي عندي بالنسبة الاخوات اللي غادي بغيوا يحتفظوا بهذا نسمن يحتفظوا به في تلاجة او اللي في المجمد حاولوا انكم طيبوه فقط نص طيبة ومن بعد كتجمعوه بعد ما كيبرد كتجمعوه في السلوفة وكتخليوها حتى كتبغيوا تقدموه ومن بعد كتكملوه طياب ديال دياله واكيد كتبقوا وكتترشوه بشوية ديال الزيت باش هكا كيتتحمر لكم وان شاء الله المكونات ديال هاد المسمن غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هاد الفيديو انا حاولت هنا ينشارك معكم غير كيمية اللي هي قليلة ولكن الصراحة كيجي الملوي ما تشبعش منه تقدروا تاكله غير هكا ما تدهنوا بتشي حاجة كيجي لديد بزاف وكيف ما لحطوا معاييره ما كيجيش في في الداخل دياله ما كيجيش معجن كيجي كامل مورق بالطريقة اللي شاركت معكم غير حولوا انكم طوية الاولى الثانية وعد الثالثة وإلى وصلتوا لهاد المرحلة في فيديو ما تنسونيش من لايك باش تشجعوني كيف ما اذكرت لكم نقدم لكم ان شاء الله المزيد والمزيد من الوصفات الصحية تالي بغد تعجن هاد المسمن ما تديرش في الدقيق الابيض فاتقدري تعجني الدقيق الكامل بوحده ما تضيفيش هاداك نسكاس ديال الدقيق الابيض عندك كامل اختيار المهم انك يتغرب ليه بشي صفايا او لا شي غربال اللي يجمع لك ديك النخالة اللي كتكون غلى يدوم تبسطة كتبقى فقط هاداك النخالة اللي كتكون رقيقة باش هكا كينجح معك المسمن هنا يبعد ما طاب المسمن دائما كنوضع وحده فق وحده وكننغطيهم بمندل وده بغد نقدموه معاكم في الطبق ديال التقديم شوفوا معي كيفاش كيجي خفيف بزاف الصراحة مني تكون تدقوه كيجي اكتر من رائع كله كيجي محمر وكله كيجي طيب ومورق من الداخل نتمنى فعلا الاخوات اللي ما كينجحش معهم يستفدوا من هاد الفيديو ديال هاد النهار انا متأكدة ان شاء الله غادي نجح معاكم من اول تجريبة فقط اعطوه لما ودلكوه مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا باش تعطاكم نفس النتيجة انا هنا غادي نعود نقصم معاكم واحدة باش شوفوا معايا كيفاش كيجي شوفوا معايا كيفاش كيجي كامل محمر والتوراق راكيجي واضح هنا حاولت باش نطوي لكم باش تعرفوا هنا ما كيجيش نهائيا قاسح كيجي خفيف في اليد اما المادهق راكيجي روعة بزاف شوفوا معايا دك التوراق بلا زبدة انا متأكدة الى حضرتوه الوليدتكم والعائلة ديالكم غادي يقولوا انكم حضرتوه بالزبدة او اللا ورقتوه بالزبدة والصراحة كيجي لديد نتمنى فعلا الوصفة دياليوما اخواتي تعجبكم الى عجباتكم خلوا لي لايك تعالق ديالكم زوينة لك تشجعني بارتجو الفيديو مع العائلة ديالكم والاصدقاء خصوصا لما كيزدقش معها هذا الملوي او اللا المسمن بالدقيق الكامل نتلقوا ان شاء الله معه وصفات اخرى اللي تكون صحية والديدة بزاف والاهم من هاتشي انها تكون اقتصادية وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات خليتكم على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته